أطلق مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المؤتمر الدولي الأول تحت شعار معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وقيادات ورؤساء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والعملين في مجال حقوق الإنسان إطلاق المؤتمر الدولي الأول تحت شعار معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية جاء تزامنا مع مساعي توحيد جهود الإغاثة الإنسانية خاصة أن تكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني أمر ضروري ويعد أكثر ضرورة عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان واستقرار المجتمعات وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ شهادة جديدة للدولة المصرية على قدرتها في الانتصار لقيم العدل والإنسانية الآن نحن نشهد المؤتمر الدولي الأول نحو تعزيز جهود المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية المؤتمر اللي بيأتي استكمالا لدور الدولة المصرية بقادة رئيس عبدالفتاح السيسي فيه ليس فقط في تقديم المساعدات ولكن في حماية أرواح الشعب الفلسطيني نحن قدام مبادرة مهمة الحقيقة لأن الوضع في غزة لا أصبح لا إنساني وهو الحقيقة منذ 7 أكتوبر وهم أهلنا في غزة يعانون مصر بتقوم بدور مهم جدا في توصيل الإغاثة وتعمل رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة الحقيقة أن الدولة هنا مع يد بيد مع المجتمع المدني بيشتعلوا على الملف دوت المجتمع المدني بيحاول أن يوحد جهوده حتى لا يتتفتت القدرة على توصيل المواد الإغاثة وغيرها شارك بالمؤتمر لفيف من الشخصيات العامة ورموز العمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي والذين أكدوا على ضرورة توحيد الجهود وإبراز المساعي الفاعلة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني المؤتمر مهم وفي وقت مهم لأن بحاجة كتشنا نتكلم جدا أهمية المجتمع المدني وأهمية مش بس بالمجتمع المدني صراحة وحتى الشارع نفسه والناس والوعي اللي يكون موجودة فيها يعني في حاجات كتيرة جدا منتكلم فيها أيها فيه ساسة فيه اتخاذ قرار فيه الأخير من الأشياء ولكن ما كانش فيه مساهمات ودعم يعني فكرة دعم مش بس دعم مادي معنوي تعريفي توعوي العملية المنظومة هتبقى يعني نقصة منها حاجة مهمة جدا مبادرة جيدة جدا من مجلس الشباب المصري دعوة المجتمع المدني النهاردة لتوحيد الجهود بعد المبادرات من الأمين الأمم المتحدة سيد أنتونو وبعدين في نفس الوقت توحيد الجهود بيدي تعزيز أكتر لظهور الدولة المصرية بقوة مبادرة فعلا فيها حس وطني بتجسد دور مصر المشرف والشريف من أول يوم من 7 أكتوبر وعلى ضرورة ادخال المساعدات وحق الدولتين حل الدولتين ويكون للكيان الفلسطيني حقه في عدم إجلاقه من أرض أو تهجيره اختيار القاهرة لتدشين المؤتمر الدولي الأول لتعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية جاء استمرارا للدور الريادي للقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والموقف المشرف للمؤسسات المصرية والمجتمع المدني في الانتصار لقيم العدل والإنسانية أحمد الحسيني التلفزيون المصري